بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله أنيس المحبين أسمع الله الحسنى من الكتاب والسنة تأليف عبد الله بن مشاب بن القحطاني يقراه عليكم عمر الوساطي المجلس الثالث عشر التبواب جل جلاله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدا أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا وأنا لعبد من مواليه مهرب يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب نعيش مع اسم الله التواب جل وعلا ما أحل اسم الله التواب يعطي المذنب أملا ليبدأ من جديد في مرحلة السعادة ويخرج به من دائرة الإحباط والظلام ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ربنا سبحانه وتعالى هو التواب وصف نفسه بالتواب بصيغة المبالغة لكثرة من يتوب عليه ولما كانت المعاصم تكررة من عباده جاء بصيغة المبالغة ليقابل الخطايا الكبيرة بالتوبة الواسعة فوسبحانه ما زال يتوب على التائبين ويغفر ذروب المنيبين حتى لو تكررت التوبة تكرر القبول إلى ما لا نهاية قال سبحانه وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم جاء في المستدرك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب قال يكتب عليه ثم قال يستغفر منه ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تمله حديث حسن فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه وقبله ما أكرم الله وانظر إلى كرم الله حين أكرم عبده أن جعل توبته محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها فتوبة العبد بين توبتين من ربه سبحانه وتعالى سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما حيث حرك دواعي قلبه للتوبة ثم قام بالتوبة وهذا توفيق من الله الكريم الرحيم التواب ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم لا إله إلا الله له الفضل بالتوبة أولا وأخيرا وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان وكذا الأعمال الصالحة بهذه المثابة ألهمها للعبد ثم أثابه عليها فالله المبتدئ بالإحسان والنعم المتفضل بالجود والكرم ذكرى والتوبة واجبة على البشر جميعا في جميع مراحل العمر من مؤمنهم وعصيهم لأن الله سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والتوبة من الكمال الذي يحبه الله وليست نقصا والله سبحانه وتعالى قد قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وقال عن آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وقال عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال عن موسى عليه السلام فلما أفاق قال سبحانك توبت إليك وأنا أول المؤمنين ومن المعلوم أن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بما أخبر به عنهم من التوبة ترفع درجاتهم وتعظم حسناتهم فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة لولا أنكم تذنبون الله يعلم أن عباده لا يخلون من قصور ونقص وقد خلقهم كذلك لتظهر فيهم رحمته وغفرانه وتوبته صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حديث صحيح رواه التربذي وقد امتدح الله نفسه تبارك وتعالى بقبول توبة عباده فقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والله يريد من عباده أن يعلم أنه يقبل توبة عبده حتى ولو عظم الذنوبه إن الله يغفر الذنوب جميعا ربنا غني عننا وعن عبادتنا ومع ذلك يفرح فرحا شديدا بتوبة عبده إذا تاب فما أكرم الله وما أجمل الله وما أرحم الله جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجو إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده قال ابن تيمية رحمه الله كل من تاب فهو حبيب الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فحري بمن هذا وصفه في رحمته بعباده أن يحب الحب كله وأن يعبد وحده لا شريك له وأن تظهر آثار هذه المحبة بإخلاص العبادة له والتقرب إليه بطاعته ومحبة من يحبه وما يحبه وببغض من يبغضه وما يبغضه قال بلال بن سعد إن لكم ربا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع يقيل العثرة ويقبل التوبة ويقبل على المقبل ويعطف على المدبر وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون على عتبة الباب التوبة هروب من المعصية إلى الطاعة ومن السيئة إلى الحسنة ومن وحشة العصيان إلى الأنس بالرحمن إنها فرار من الخالق إلى أعتابه وهروب من الجبار إلى رحابه وعياذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه لا نحصي ثناء عليه ولا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجبا لمن يهلك ومعه النجاة قيل وما هي قال التوبة والاستغفار قال ابن القيم رحمه الله أغلب ما يحمل المسلم على الذنب الاتكال على التوبة ولو علم أنه قد يحال بينه وبينها لهاج خوفه والتوبة الصادقة لا تكون إلا بترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم معاودته واستبداله بعمل صالح ثم إذا كان متعلقا بحق العباد فليتحلل من صاحبه قال شقيق البلخي رحمه الله علامة التوبة البكاء على ما سلف والخوف من الوقوع في الذنب وهجران إخوان السوء وملازمة الأخيار والتوبة الصادقة مقبولة إلا في موضعين إذا طلعت الشمس من مغربها وعند الغرغرة هزات إيقاظ قد يبتل الله عز وجل عبده المؤمن بما يتوب منه لتكمل عبوديته ويتضرع ويخشع وينيب إلا ربه فكمل إنسان ابتعد عن الله فضيق الله عز وجل عليه حتى يرجع إليه فلما رجع وذاق طعم القرب منه وشعر بنعمة الاستقامة والتوبة شكر الله على هذه المصيبة والشدة التي كانت سببا في نجاته وفلاحه ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فلو تركت على معاصيك وانحرافاتك ولم تتب فرأيت النعم بين يديك فاعلم أنك مبغوض إليه وأن هذا استدراج منه لك لأن الله عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ثم إذا أعلمت التوبة فضل من الله الثباد فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حديث صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم العليم جل جلاله تتستر الصدور بخواطر وواردات ومقاصد ونيات لا ينفذ إليها سمع ولا يصل إليها بصر فيطلع عليها الحكيم العليم وتتكتم الضمائر عن مستودعات الأفكار فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي محبب ولا عالم جهبذ ولا شيطان مارد ويعلمها علام الغيوب ويلف الجنين بغشاء إثر غشاء في رحم أمه فلا يدرى أحي أم بيت أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد لا يدرى أجله ولا رزقه ولا عمره ويعلم ذلك من أحاط بكل شيء علما والله بكل شيء عليم العلم نقيض الجهل وربنا تبارك وتعالى أحاط علمه بالظاهر والباطن والإسرار والإعلان وأحاط بالعالم العلوي والسفلي وأحاط علمه بالماضي والحاضر والمستقبل قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وهو عالم عز وجل بكل ما أخفته صدور خلقه من إيمان وكفر وحق وباطل وخير وشر إن الله عليم بذات الصدور والله بكل شيء عليم النجوى عنده جهر والسر لديه علانية والخاف لديه مكشوف وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه قاص الأمور لديه قبل الدال لا جهل يسبق علمه كلا ولا ينسى كما الإنسان ذو نسياني إنه العليم الورقة تسقط بعلمه والهمسة تصدر بعلمه والكلمة تقال بعلمه والنية تعقد بعلمه والقطرة تنزل بعلمه علم الحي والميت والرطب واليابس والحاضر والغائب والسر والجهر والكثير والقليل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين حدث بعض الصحابة أنفسهم بحديث لم يظهروه بل كتموه وأسروه فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم وأسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا فعرف بعضه وأعرض عن بعض فقالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد بدر عند الكعبة ليلا يدبران اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر الله عز وجل رسوله بكيدهم وأطلعه على فعلهم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم وتناجى المنافقون في تبوك فيما بينهم وهمزوا ولمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والدين فأطلع علام الغيوب رسوله على كيدهم ومكرهم وصخريتهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب علم الله كامل وشامل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لا يشابهه أحد من مخلوقاته في كمال علمه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وإذا علم البشر شيئا فهو من تعليم الله سبحانه وتعالى لهم فكل علم شرعي وقدري فمرجعه إلى الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم ولو جمع الناس علومهم وما عندهم من معلومات لكانت ضئيلة جدا بالنسبة لعلم الله الواسع ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الخضر لموسى عليه السلام لما ركبا السفينة ورأى عصورا قد وقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصور بمنقاره من البحر حقيقة اختص ربنا عز وجل بعلوم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وذكر منها خمسة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فهذه الخمسة مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله واحد علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة اثنان تنزيل الغيث مفتاح لحياة الأرض بالنبات ثلاثة علم الأرحام مفتاح للحياة الدنيا أربعة علم ما في الغد مفتاح الكسب في المستقبل خمسة علم مكان الموت مفتاح لحياة البرزخ وقيامة كل إنسان بحسبه وعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذه الخمسة فقط والإخبار هنا يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوة الحصر فالله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن زعم أن أحدا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا يعلمون شيئا من الغيب إلا ما أخبرهم الله به تقول عائشة رضي الله عنها من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فكيف بمن هو دونهم حظك منه حظك منه فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم أصل الخصال الشريفة يرقى بالإنسان إلى المنازل الرفيعة ولا يصل لهذه المنزلة إلا بالعلم والمداومة على سؤال الله إياه وامتثالا بدعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله إياه وقل رب زدني علما قال ابن حزم رحمه الله وأجل العلوم ما قربك من ربك قال ابن القيم رحمه الله لولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة لذة العلم وعظم قدرها لتجالد عليها بالسيوف ولكن حفذ بحجاب من المكاره وحجب عنها بحجاب من الجهل ليختص الله لها ما يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم يعليم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما العظيم جل جلاله سبحانك يا عظيم تنزع الملك من من تشاء وتفقر بعد غنا وتخفض بعد رفعه وتذل بعد عزة وتضعف بعد قوة وترفع قدر من تشاء وتكتب التوفيق لمن تشاء وتضع القبول لمن تشاء وتهب لمن تشاء وتمنع من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت العظيم الحليم عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل العظيم عز وجل اسم من أسماء الله الحسنى اسم جليل لربنا العظيم يحمل في مبناه ومعناه الجلال والعظمة والشرف والسؤلد بالغ الهيبة قوي الحروف شامخ المعنى قال تبارك وتعالى وهو العلي العظيم والعظيم عز وجل ذو العظمة عظيم شأنه جليل قدر وهو الذي جاوز حدود العقل حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته فربنا العظيم في ذاته ليس كمثله في عظمته فمن عظمته أن السماوات والأرض في كفه أصغر ابن الخردلة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صحام عليه الصلاة والسلام أنه قال ما السماوات السمع في الكرسي إلا كحلقة ملقات بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة هذه العظمة في الكرسي والعرش وهي من مخلوقاته فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى الذي له المثل الأعلى والذي استوى على العرش وهو فوق جميع خلقه جل وعلا ربنا عز وجل عظيم في صفاته فهو الموصوف بكل صفات الكمال عظيم في رحمته عظيم في قدرته عظيم في هباته وعطائه عظيم في جماله جاء في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار حديث صحيح رواه أبو داود وربنا العظيم في أفعاله لأنها تنبئ عن سعة الحكمة والعدل والفضل والمشيئة وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسانه فالله عز وجل قد كمل في عظمته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ارفع يديك لا تتعظم عليه المسائل مهما عظمت وكثرت صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه وربنا عظيم في رحمته وفي مغفرته وعظيم في حلمه وعظيم في لطبه وجزيل كرمه لا يتعظمه شيء أن يغفره جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذا لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما من لاذ بالعظيم نجا صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم حديث صحيح أرواه أبو دهود ومن عظم الله عز وجل بلسانه فلح وثقل ميزانه يوم القيامة صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أخرجه البخاري ومسلم بل أمر عباده بالتسبيح بهذا الاسم فقال عز وجل فسبح باسم ربك العظيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسبح الله بهذا الاسم في صلاتهم فأمر ركوع فعظموا فيه الرب عز وجل أخرجه مسلم مفتاح الفرج إذا حلت بك كارثة وضاق صدرك وغمرك الهم فقل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أخرجه البخاري ومسلم وإذا خفت من سلطان فسلطان الله أعظم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بعظمة الله من الخسف في الصباح والمساء فيقول اللهم أعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي حديث صحيح رواه الترمذي لذا من لاذ بالله العظيم وتقرب إلى العظيم وأصبح من المتقين نال الأمن الدنيوي والأجر الأخروي فالله عز وجل قد قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وأما أعظم درجة عند الله فهي لهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ومن أشرك بالله وقصر إيمانه على عظمة الله عز وجل فإن الجزاء من جنس العمل وهو جهنم أعادنا الله منها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم كيف يعظم المسلم ربه؟ تعظيم الله عز وجل يكون بتعظيم أسمائه وصفاته ويكون تعظيمه في القلب بمحبته والاعتراف بعظمته والتواضع له جاء في مسند الإمام أحمد من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبا حديث صحيح ويكون تعظيم الله عز وجل باللسان وكثرة ذكره فسبح باسم ربك العظيم ويكون تعظيم الله عز وجل في الجوارح باستخدامها في طاعته فتعظيمه أن يطع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم رسله وملائكته ومناسكه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها من شعائر دينه وأحكامه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن تعظيمه تبارك وتعالى تعظيم كتابه العزيز فالله سبحانه وتعالى قد قال واصفا كتابه العزيز بالعظيم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم ومن تعظيمه تبارك وتعالى تعظيم حرماته وحرمات المؤمنين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن تعظيمه تبارك وتعالى ألا يقدم العبد على كلام ربه كلام أحد مهما كانت مكانته يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل عظمت صفاتك يا عظيم فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل أها قد أتيت وحسن ظني شافعي ووسائلي ندم ودمع سائل فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى ففضلك كامل وفعل به ما أنت أهل جميله والظن كل الظن أنك فاعل أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتقين الفائزين بجنات النعيم آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه شكرا للمشاهدة